الرواية عربياً في العالم العربي هي تقريباً نوع من الأدب أو نوع من الفن اكتسبه أخيراً يعني ما كان موجود العرب أصلاً بيعرفون الشعر والنسر والخطابة هذا كان نوع الأدب الذي يعرفون يتكون فأدب القصص دخل يمكن دخل بعد الفتحات الإسلامية بعد ما ترجم ناس ابن المقفعة والحكايات الهندية ناس على الدين ونصباح السحري وعالف ليلة وربائيات الخيام بعدها والترجمات حتى نبدأ العربي يعرفون أدب القصص لكن الرواية هي تقريباً الرواية دورها الأساسي فإنها بتعبي الفراغ الذي يتركه التاريخ كتاب التاريخ يعني مثلاً لأن التاريخ معني بالذين يصنعون الأحداث التاريخ دائماً بيسجل الأبطال والرئيس نين والدولة والقائد والقواد الجيش ويتروب بقية الشعب الأفراد دائماً بتكون في فراغات لذلك لما تجي تلاحظت مثلاً بالتاريخ الإسلامي والتاريخ العربي في فراغات ماذا كان يبقى على الأفراد العاديين والناس العاديين كيف كان الحياة وكيف كان لبسهم حتى الحكاية هذه معكوسة في المسلسلات وفي القصة تقريباً مخرجين زيادة داخلين في ربكة في أنه كيف هو الزي كيف العادات التقاليد كيف الزواج تفاصيل كثيرة في حاجات كثيرة في نقص في فراغ بالعكس لما تجي تتطلقى للخطابة والشعر لمسلسة الأجنبي لمسلسة الأجنبي هندي حتى أوروبا لا تشعر بهذا الفراغ تشعر بأنه عندهم شيء عبّي هذا الفراغ يعني عارفين حاصل ليش بالنسبة للأفراد ترجمة نانسي قنقر